فخمت الرئيس فخمت الرئيس وسكتت لها فجرت معك بواحد قيب من صيني قلت كل شيء بس انطرت فترة طويلة لديت انه ما في نواء ما في نواء اذا سوى بس ليش عم تقول انه توقف عند الطائف هل الكلام اليوم عن انه رئيس جمهوري يريد نصف الطائف هو كلام جدي ولا هو كلام بس انه يطال رئيس الجمهورية لانه يريد ان يمارس دوره الذي نص عليه اتفاق الطائف في صلاحياته بالاشتراك في تشكيل حكومي انا ما بدي تحت الضغط نحكي انه عم يمارس وضغط على فخامة الرئيس طيام الحكومة ولكن فخامة الرئيس فشل بقيادة البلد فلنها المنطلق هذا انا عمقول انه فلنذهب الى اتفاق الطائف وانا اتفاق الطائف اجاو نتجه التحروب عاون وجعجع وما اجاو يعني لو كان البلد ريق ما صار في اتفاق الطائف وكله الموضوع كمان انه مين بدي يحكم الشرقية وكيف ننغي الميليشيات وكيف نتاتل مع السوريين نجح نتصالح معهم وطلع الهدف كله نقعد على الكرسي هدف فخامة الرئيس اليوم قعد على الكرسي شو عم يقدر يعمل طلع الهدف نقعد على الكرسي ما عنده مشروع الرجل الله يسامحون احنا كنا معه وكنا مصدقينه بكل كلمة بيقولها واحد بيشوف الحمد لله انه يعني انا شعت وما شفت اللي يزم ينشاف بعد كلها العمر من سنة 1988 شفت العملية انه بنقعد على الكرسي الجمهورية بس ما بنحل المشاكل اليوم بالبلد نحن بحاجة الى حكومة حكومة تدير الانهيار نحن ما عم نطلب حكومة انه تنقذنا عم نطلب حكومة تدير الانهيار الانهيار يصير شوي شوي اليوم بيطلعوا بيقولوا لك الاجواء ايجابية بالقصر الجمهوري بيكون الرئيس مئاتي بعده مشمع مع الرئيس هون ما في بعضه ما ظهر من الاصر بتطلع الاجواء ايجابية وكذا نشوفهم بتبينوا الاجواء مش ايجابية كانت ومش متفقين عشي واكتر من ذلك يعني هذا العهد من هو عهد نجيب مئاتي وهذا عهد من هو عهد نبيه بره ولا عهد ما بعرف مين هذا عهد مش العاون يبينجح وبينجح الطيار الوطني الحر وراء او بيفشل وبيفشل طيار الوطني الحر بما فيهم الوزير جبران بيسي بس حضرتك تعلم بانه عهد الرئيس ميشيل عون هو يعني لا يعود للرئيس الجمهورية ان يقوم بكل لا يستطيع ان يقوم بكل شيء يعني هذه حكومة يعني هذه دولة توافقية نظام توافقي ما في شي بيمرو الا بالتوافق اي اشكالات سياسية تنعكس حكما على الحياة السياسية رئيس الجمهورية ما عنده كثير صلاحيات يعملها سوى بالسسناء حلق حلق هو عم بيقول انه هذه الصلاحية المتبقية له بالمشاركة في كشك الحكومة وهو يستفيد من هذه الصلاحية ليكون رئيس جمهوري يلعب دوره يعني يلعب دوره مين نائمين يعني مين مين اي بس انه وضع مسألة كل الانهيار يعني في عهد ميشيل عون على انه هو المسؤول لم نشهد حركة للقصر الجمهوري ولا في خامة الرئيس بعهد الرئيس ميشيل عون بل شهدنا حركة لصهره والوزير جبران بيسيل له حقه هو يكون مع صهره ويفضل صهره ويحب صهره ويفكر يأمن له مستقبل ولكن مستقبل لبنان اهم من مستقبل الوزير النائب جبران بيسيل كتير يعني نحن اليوم بحاجة لحكومة اذا كان مع مصطفى قديب وسعد الحريري ونجيب مئاتي مع حفظ الألقاب في مشكلة مع مين بدنا نكفي يعني نحن بدنا نعمل حكومة خلينا نفود نغرب الموضوع هل هذا الأمر برأيك مقصود اليوم في كلام عن أنه ما يعني ما يقوم به الرئيس ميشيل عون يا أما بده حكومة يكون له كلمة فيها يا أما سنستمر في كامل العهد بحكومة تصريف أعمال وسنجد أنفسنا في نهاية هذا العهد بحكومة تصريف أعمال وسط خطر إجراء انتخابات نيابية وبالتالي يمكن أن يبقى الرئيس في قصر بعبدة إلى أي مدى هذه النظرية؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة